موسيقى نكمل معاكم موضوع اللي حال اليوم راح اكون باللحم وايرين وبعدين هالي الوايرين اريد اثبت فوقهم قطعة من البلاستيك اللي اعتبروا بعدين الوايرين مادة موصلة ونخلي عليهم قطعة بلاستيك ونثبتها باستخدام الحرارة اللي نطلقها من الهيدغان والغاية من هذه الخطوة حتى تعتبر يعني نسوي الواير كل قطعة واحدة كاملة وعزلة فنقطع جزء من هذا البلاستيك هذي قطعناها القطعة بفضل ان ندخلها بالواير في هذه الطريقة احنا شغلنا الكاوية كما تشوفون اماوكم هذا الجزء الاخر اريد اطلع من عنده المادة النحاسية او الواير النحاسي سلك النحاسي فممكن نستخدم احنا يعني ممكن نستخدم هذا الكتر حتى نقطعه او بالكاوية نستخدم الواير ونستخدم المرصب هذي طريقة اللي تشوفوها امامكم اوكي الواير الآن نثبت الوايرين مع بعضهم ونربطهم نقرب اليد نقرب الوايرين نقرب الوايرين حتى نبدأ بعملية اللحان دخل الصودار هنا ده تلاحظون انه بمجرد انه انا اضاف معرف اذا يعني الصورة واضحة اعطكم او لا ويشوفو كيف ده ينزل الصودار ونطفها او 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 نطفة بهذه الطريقة او نستخدم هذا الطريقة التنضيب هو هنا اتمنى ان يكون الشاشة واضحة عتكم تتلاحظون امامكم كاللحمة القطعة وصار بدل اللون النحاسي لون الصودة للابيض الخطوة اللي بعدها نفتح الوايرين بعد ما لحمناهم ونخلي عليهم هذه القطعة نذوب هذه القطعة باستخدام حرارة الهيدغان اللي راح نتناولها في الجزء القادم من هذه الدورة الخطوة الان سوف نقوم بادابة هذا البلاستيك او بتسليط حرارة الان الان سوف نقوم بتسليط حرارة على هذا البلاستيك اللي هو فوق الواير نحن خلينا به هذا الجزء حتى نغطيه ونستخدم دائما الهيدغان سوف نستخدم دائما سوف نقوم بتسليط حرارة الان سوف نقوم بتسليط حرارات الان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة